المصيبة كمان احنا فجئنا ان جيرالدو اللي بيلعب مبارح برضو في مبارات الاهلي والاسموحة اول مباراله تم تبديله بين الشطين كلنا افتكرنا ان الجهاز الفني غيره علشان الورد انظر في شط الاول في خايف عليه من الطرد فجئنا انه لأ عنده شد في الخلفية مرعبش غير 45 ديئة بس في النادي الاهلي ولسه جاي برضو الاسموع اللي فات من انجولا من نادي بريمير اوجستو بطل انجولا ففي ايه في ايه وده طبعا غير سلسلة طويلة لا حصرة لها من الاصابات رامي ربيعة محمد دجيم سعد سمير واكرامي والشناوي بيتناوبوا على الاصابة واحد يلعبوا التانية اتصاب يعني كانوا اموا اخدين اجازة عرضة ثم حسام عشور ثم صلاح محسن ثم وليد ازارو واحمد فتحي واجه ايه انا بتهيلي قلت كده القيمة 25 ولا فاضل حد واللي بيلعبوا اساسا بيلعبوا برجل ونص فاضليني يعني اللي بيلعبوا حتى وليد سليمان طول الوقت ورامي ربيعة طبعا الشهيد ده اللي هو يعني متعاقدين معاه عشان يتفرج على المباراة من المدرجات شهيد الاصابات ووليد سليمان كانت ترخيله كل ماتش ياما بيلعبوا هو لافف راسه ياما حطت جبيرة في ايده فاضل بس ينزل بعكزات بعد كده عشان مش لاقي وقت يريح تمانية واربعين لعب مصاب حيجيبوا لعبا منين تلعب وندفد مصابت العمره يعني حتى بس مش عارب مصابت مش في نجل مصابت في يعني كده يعني مهم طب و بعدين اتقلك الاول اتقلك الاول انه ارضية ملعب ستاني تيتش هي السبب اللي بيتضرب عليها النادي الاهلي وهي السبب في كل هذا الكم من الاصابات وبتريني نقتنع بكده طب جيرالدو ايه علاقته بستاني تيتش ده جيرالدو ده لسه واصل الاسبوع اللي فات يعني ما تدربش تم رنتين على بعض على استاني تيتش ومحمد محمود كذلك وافد جديد يبقى مش الارضية ممكن الارضية تبقى وحشة بس مش هي السبب الرئيسي طب قلنا يمكن مدرب الاحمال البدنية اللي بيحط برنامج احمال بيخلي اللي عبا تتصاب برضو الكلام ما ينطبقش لا على جيرالدو ولا على محمد محمود ده لا شافوا برنامج احمال البدنية ولا احمال مفيش حاج خالص طب ايه السبب يا رجالة ايه السبب الله اعلم اشتركوا في القناة